يوم عرفة يا سيدي هو يوم عيد القلوب بشهادة المحبوب وعشان كده اسمه يوم عرفة الأولوب بتعرف فيه حضرة مولانا سبحانه وتعالى لأنها تشاهد جمال المولى سبحانه وتعالى وفضله وذلك لكل من حج ومن حبسه العذر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أناساً بالمدينة ما يسرتم مسيرة ولا قطعتم وادياً إلا وكانوا معكم قالوا وهم في المدينة يا رسول الله قالوا وهم في المدينة حبسهم العذر فإحنا معهم إن شاء الله فيوم عرفة هو يوم عيد لأن الله سبحانه وتعالى يعيد الإنسان إلى فطرته ويعيد الإنسان أن يكون متصلاً بالله هي دي الفطرة ويعيده إلى معرفة الحياة عن طريق مولاه فيوم عرفة لمن يحج ومن لم يحج هو يوم الميلاد ولذلك اليوم الذي يليه هو يوم النحر وكأنه يوم العقيقة عقيقة المولود اليوم يوم العيد اسمه يوم النحر لأن الناس يولدون في عرفات ولذلك علمنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن من صمى يوم عرفة غفر له غفر له إيه سنة سابقة وسنة لاحقة عشان يبقى مولود كأنه مولود دديد فاليوم عرفة تستطيع أن تأخذ فيه أنه يغير أنك تغير به حياتك فمن صمى يوم عرفة عادك يوم ولدته أم فكأنك قد ولدت من جديد ترجمة نانسي قنقر